صباح الخير تحدثنا في السابق عن معنى السيارة في الحلم وهي تعني حياة الشخص وسأتحدث اليوم عن معنى أن يجد الشخص نفسه يركب سيارة غير سيارته في الحلم من الأنواع التالية أولاً لامبرغيني تنمو السيارة لامبرغيني إلى الإبداع والخروج عن المألوف والخروج بأفكار جديدة لم يفكر بها أحد قبل هذا الشخص فهذا الشخص لا يقلد غيره أبداً بل يحاول أن يخرج بأفكاره وأبداعاته بنفسه ولديه مبادئ في العمل تعتمد على الإتقان والتفاني والإبداع رقم 2 سيارة الجاكور ترمز سيارة الجاكور في الحلم إلى بدايات المتواضعة للشخص أو حتى أن يبتدأ الشخص أمور حياته بطواضع كمساعد للآخرين وعلى الوقت يطور نفسه ويصبح مستقلاً وناجحاً بذاته أما المعنى السلبي فهناك معنيان أولاً أن يستخدم الشخص ذكاءه وطاقته لفعل الشر والتربح بصورة خاطئة بدل أن يعمل ويشتهد ليصل لمبتغاه والثاني أن يكون هذا الشخص منافق ومتلون يظهر بصورة البريء والجيد من الخارج ولكن من الداخل هو ذئب خاطف رقم ثلاثة سيارة الفولكسفاغن ترمز سيارة الفولكسفاغن للتميز والتفرد والتواضع هذا الشخص لا يحول أن يقلد أحداً ويحب كل الناس ويمكن لأي شخص الوصول إليه بسهولة كما أنه شخص يعتمد عليه ويمكن الثقة به وأهم ما فيه أنه في الظروف الصعبة حيث يفشل جميع الناس فإنه يستمر بالتقدم ولا يعود إلى الوراء رقم أربعة سيارة الفورد ترمز سيارة الفورد في الحلم إلى أن هذا الشخص لا يأس ولا يفشل ولا يخاف من أن يستمر في السير وراء حلمه حتى يحققه مهما تفشل ومهما كانت ظروفه صعبة وفي النهاية يقوم بعمل يفوق بمئات المرات ما كان يظن أنه سوف يفعله خمسة سيارة المازدة ترمز هذه السيارة إلى النجاح في عمر متأخر بعد العمل والاجتهاد لسنين طويلة كما أنها ترمز للحكمة والقدرة على تغيير المسار والتأقلم مع المستجدات والنجاح بأصعب الظروف وشكرا